اشتركوا في القناة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحكومة وشعب مملكة البحرين الى معالي السيد محسن منصوري النائب الاول للرئيسي للشؤون التنفيذية ومعالي السيد علي باقري المكلف بعمل وزير الخارجية في وفاة فخامة الرئيس الدكتور ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ومعالي الدكتور احسين امير عبداللهيان وزير الشؤون الخارجية والمرافقين لهما رحمهم الله جميعا اثر الحادث المؤسف لتحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية ومرافقي شمال غربي ايران وقد اعرب سعادة وزير الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين في هذا المصاب المؤلم دعيا الله العلي القدير ان يتغمد جميع المتوفين بواسع رحمته ورضوانه ومغفرته ويدخلهم فسيح جناته وان يلهم اهلهم وذويهم والشعب الايراني الشقيق الصبر والسلوان وحسن العزاء ورافق وزير الخارجية في تقديم واجب العزاء سعادة الدكتور جمع بن احمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان والسفير محمد الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية في وزارة الخارجية ترجمة نانسي قنقر